اليوم الشباب يقول لك أني أريد راتب رعاية بس ما أريد أفتح مشروع أو ما أريد أخذ قرض لأنه ما عندي كفيل فهذا يمكن بسبب مسألة الكفيل صعبت الأمور على الشاب أنه يروح يفتح مشروع يقول لك أنه اليوم أنا من الممكن أروح إلى هذه الدورات وأتوجه لها وأتعلم بس شرط الكفيل ممكن يتعبني أنا ما أقدر أوفره شون نقدر نقدم تسهيلات بهذه الجزئية إلى الشاب قبل ما جابت على هذا السؤال سألتني قبلها أكو فرص أو منح تمنح للناس المتسفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية وهل بالإمكان تحويلهم من المعيشة على راتب الحماية الاجتماعية إلى أنه يصبح صاحب مشروع وصاحب عمل مبادرة سيد رئيس الوزراء الأخيرة التي منحت للرعاية الاجتماعية أنه بالإمكانة يقدم حددت نسبة من القرض التي تمنحها دارة العمل والتدريب المهني لهذه الفئة على أن يتم زجها بدورة تدريبية لتأهيلة على المهنة والشروع بمشروعة والدولة انتظرت للتشهر إلى أن يشوف نفس السقر بالمشروع وما تراجع عنه يلا قطعوا الراتب الرعاية عنه أها يعني حتى نوضحها أكثر للمشاهد اليوم في حال إذا أي أحد مستفيد هو من راتب رعاية ولكن يريد ويسعى لأن يكون صاحب عمل دون الاعتماد على راتب الرعاية يتوجه إلى مراكزكم يتدرب أولا ابتداء أن يقدم على المشروع من خلال دائرته ويقدم على المشروع من خلال دائرته الرعاية الاجتماعية وبعدها يتوجه إلى مراكزكم يمنح قرض ويفتح مشروع مدة ثلاثة شهر ما ينقطع راتب الرعاية يشوف مدى نجاح مشروعه مدى إمكانية إدارة هذا المشروع إذا نجح راح ينقطع الراتب إذا ما نجح شكل اللي ممكن يصير وياه إذا يريد يتراجع ما يتراجع ومسألة القرض شون راح تنحل القرض هو بعد مرحلة التأهيل وإذا يسلم السلم الدفعة الأولى خلال إجراءات قانونية يا رجح إجراءات قانونية من الممكن راح توقع علي لا القروض اللي يتمنحها وزارة العمل إجراءات مالية القروض اللي يتمنحها وزارة العمل قروض غير ربحية ما بها أي فوائد أعرف ما بها غير فوائد ولكن أعطيته الدفعة الأولى نعم كيف راح يتم تزديدها راح تنسحب الأموال من عنده لو راح أنه يكون أكو تزديد علي شهري لا لا هو دارات يبدأ المشروع المشروع ما رادي نفذه بعد أكيد المفروض يرجع المبلغ يرجع المبلغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر